موسيقى رجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة مع الفقرة الطبية ودلوقتي جي معنا مع صفحة جديدة من صفحات كتاب الرشاقة والجمال أنا وضفتي الدكتورة مية عبداللطيف أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما هنفتح الكتاب مع بعض وهنختار صفحة من صفحات الكتاب هنفيد بيها كل مشاهدين اللي حابين يخسوا وحاطين الرشاقة هدف لهم طبعا اسمحوا لي أرحب بالدكتور أهلا وسهلا يا دكتور مية يا طرح هنسحب بقى هنسحب أنهي صفحة ويا طرح صفحاتك فيها إيه النهاردة أكيد هنسحب صفحة السمنة والوزن الزيادة أيوة وهندي للناس صفحة الرشاقة والصحة وإزاي نحن نعيش صحتنا بحياة أفضل أكيد هنقول بقى أنا هقولك بقى لفآخر الصفحة اللي قريتو الرشاقة إزاي أوصل إن أنا أبقى رشيقة بس من غير ما أجوع عراستي دي أحنا معادلة صعبة بس إحنا إن شاء الله هنعرف نحلها طيب قول لنا بقى دكتور إزاي خس من غير ما جوع أو مشكلة الجوع دي أكتر مشكلة بتواجهنا كلنا مش بس مثلا لو حد عايز يعمل دايتي حتى لو حد مثلا عايز يعيش حياته كده يغير نمط الحياة بتاعه ويخليها كده هلسي لايف ستايل برضو أكيد بتواجه مشكلة الجوع وخصوصا في أوقات برضو بتبقى الجوع فيها بيبقى كتير سي الشتا أكيد طبعا الشتا الناس كلها بتجوع وبتدخن وبتزيد وزنها كمان بالأخص بس هو إحنا اللي بنادي نفسنا فكرة إن الشتا بيجوع أو بيجوع عالفاتها دكتور ماي ما تقوليش هو حالي فعل جدا وبنقعد نعمل إحنا طول اليوم بنذاكر الورد بعد ساعتين يجوعه طبعا أنا بنعمل الأكل بعد ساعتين تانين يجوع عشان ده إحنا مش بنيديهم أو إحنا مش بنيكل واجبات غذائية متكملة ما فيهاش مثلا الحاجات المشبعة اللي جسمي عايزها ما أنا هجوع إمتى أنا عشان أتغلب ما كل مشكلة لها حل لو فهمت الحل مش هيبقى عندي مشكلة أصلا فأنا دلوقتي لو فهمت الجوع يعني إيه جوع أو أنا إمتى بجوع ولو فهمت جسمي دي هو ده مفتاح المعادلة إن أنا أعرف إمتى هجوع أو أفهم جسمي بيجوع إمتى وليه بيجوع معنى إن أنا جسمي يبدأ يطلب الأكل ده معناه إن أنا جسمي محتاج طاقة محتاج فيتامينات في حاجة نقصة هو بينبهني عشان أدهاله فهو ده الجوع أنا مش معنى إن أنا جعينة لازم أكل نشويات وسكريات ما هي دي اللي بيخليني إن أنا ممكن دلوقتي كلت أكلها كلها نشويات ما فيهاش بروتين ما فيهاش خضار بعد ساعة أو ساعتين أوصا بعد الأكلة دي هتبقى معدتي خلاص اتقفلت وفي نفس الوقت هاجي بعدها ألاقي نفسي جوع تتاني ده لإن أنا جسمي ما استفدش من النشويات دي هو أخد شوية من الطاقة بس هو لسه محتاج فيتامينز محتاج منيرولز محتاج حاجات كتير قوي عشان يبقى مصح صح كده وفايل فطول ما أنا بدل لجسمي الأكل الصح الأكل اللي هو محتاجه ساعتها أنا جسمي مش هيطلب الجوع أو هيطلب إن أنا أدخله أكل بنفس الكمية اللي أنا باكل بها على مدار اليوم هو ده مفتاح المعادل أفهم جسمي محتاج إيه أعرف أديله الطاقة والغزاء اللي هو عايزه عشان يوصل الغزاء للخلايا بتاعتي ساعتها جسمي كل فترة كبيرة هيبدأ إن هو يجوع 80% من الحالات اللي تبقى عايزة تخس يعني ممكن تكون ما بتحسش قوي أو ما بتحسش بتجوع من خلال أي نظام غزائي صح؟ المهم إن النظام الغزائي ده يبقى مزبوط أكيد طبعا قولنا بقى أنتو لما بيجيلكوا في أون تارجد فارما حالات كده ما عندهش مشاكل إنها بتجوع بتعملوا معها إيه؟ الحالات دي بتبقى يعني سهلة قوي إن هي ما بتبقاش عندها مشكلة في أي نظام غزائي إحنا هنعملوه لها وطبعا إحنا في الشركة الأنظمة الغزائية بتاعتنا ما بتعتمدش على الحرمان إحنا بالعكس بنادي نايس الأكل بنبقى عايزهم يأكلوا كل حاجة وينوعو بنتعامل إزاي بالكورسات اللي إحنا بندعمها مع النظام الغزائي فساعتها الكورسات دي هتبقى هي الأساس يعني العلاج بتاعي إزاي عندي كورسات كتيرة عندي كورس بيسد الشهية عشان هي دي بقى المشكلة اللي هم بيعانوا منها إن هما بيجوعوا فإحنا أول حاجة بنتكلم معاهم أول ما بيتواصلوا معنا بنفهمهم مشكلة الجوع يعني إيه إن الجسم يجوع إن هو محتاج النظام الغزائي متكامل ومتوازن وفيه كل الحاجات العناصر اللي أنا جسمي محتاجها وفصر لنا بقى إحساس الجوع نفسه لإن ده ساعات بيختلط معاه إحساس إن الواحد طفص أو زهقان أنا بكرا لشان الجوع ده إمتى بحس الجوع أو الجوع ده شعور أحسه إن ده يدفع الجوع الحقيقي إمتى؟ دينا بقى الإشعور الحقيقي بجد هو أصلا أنا ما ينفعش أسيب جسمي يحس بالجوع لإن أنا كده معنا إن هو حس بالجوع وبدأ ينبهني إن أنا كده جعينا وعايز أدخل أك أنا كده استنفست كل الطاقة اللي في جسمي جسمي ساعاته هيبدأ يكسر من العضلات أنا كده هدخل في مشاكل أنا مش محتاجاها فأنا النظام الغزائي المتوازن الصح بتاعي إن أنا ما حسش بالجوع أعملوا توقيتات سابتة يعني يا دكتور؟ مش توقيتات سابتة برضو الحالات بتختلفين ناس بعمل لها مثلا نظام الصيام المتقطع ده بيبقى ما هو الحالة هو ده العلاج للحالة بتاعتها مع الكورس المناسب لها فيه ناس بقلل مثلا عدد الوجبات بقلل السعورات يعني فيه أنظمة كتير جدا وأنواع أكل كتير جدا بس أهم حاجة إن هم يفهموا ما يسيبوش جسمهم للجوع لو أنا أدتهم الكورس الأنا سيليم حاجة تسد الشهية هم مش هيبقى عندهم فرصة إن هم يطلب جسمه يطلب الأكل هو الجسم جعين مديته بالعناصر الغذائية اديته الأكل الصحي اللي هو مفروض يأكله وكمان حسست الجسم بالشبع فالجسم هو مش عايز حاجة تاني خلاص يعني أقوصل له كل حاجة أنا سيليم أكيد ده عمل المهم لكي أنا بتكلم في الشعور العين بتاع الناس كلها إمتى حس إن أنا جوعت طبعا ماشي ما نستنياش بس إمتى حس إن أنا جوعت لوقتي ما حس بقى أنا خلاص قرط الهبوط بقى تحس إنني آه بقى عايزة أكل مثلا عايزة حاجة مسكرة أو تحس إنسي تسعيش الوخم على فكرة لما حس إن أنا بفجأة أنا كنت صحية وفجأة بدأت نام أو سقط ده على فكرة من علامات إن أنا جسمي نفسها طاقة بالزبط آه الجسمي بقى تعبين همدين محتاج غزة عايزة إن أنا آكل وممكن ما بقاش فهمة إن أنا جعينة هل هو محتاج طاقة أو أكتشف ده لما أجي آكل جعينة بس لو فيه مثلا لو هو النص نص لو أنا قمت بقى مثلا خدت حاجة فيها ألياف بروتين لقيت نفسي إن أنا مثلا خلاص أنا شبات يبقى ده ما كانش جوع حقيقي هو يعني تسالي أنا عايزة أسالي نفسي عارفة فيه سيدات قالوا لي إيه قالوا لي إحنا أنا ما بستناش هجوع أنا باكل في معيد ثبتة ما بعرفش أنا جعانة ولا لا أنا باكل الفطار الساعة كذا الغد الساعة كذا العشاء الساعة كذا هو ده على فكرة هو ده الصح يسبت على النظام ده ما بتستناش لا تجوع ولا تحس بجوع ولا تعمل أي حي تقولي لا ماشي كده أنا بعرف إن الوقت ده جي يبقى ده معادة غداية الوقت ده جي يبقى ده معادة عشاية بس ده نقدر نقول نص صح ونص غلط هو الصح الغلط فيه إيه إن أنا جسمي مفروض ما يتعودش مثلا على مواعيد معينة إنها فيه سبب بقى حالة إيه ثبات الوزن أيوة دي المشكلة اللي هتقع فيها هتلاقي على مدار مثلا وقت طويل هي مبسوطة وبتخص وصحتها كويسة هتجي هتلاقي هتعاني من حالة ثبات وزن فترة كبيرة وهي مش فهمة فيه إيه ليه بقى لأن أنا جسمي خلاص فهمني يعني جسمنا زكي جدا على فكرة أيوة طبعا بيفهم فهو حاس أن أنا خلاص ده الوقت هي ده المواعيد هيبدأ يعند معايا شوية فهبدأ لازم ساعتها أصدق بقى بالنظام الغذائي أعمل الكورسات إن أنا أقدي كورس مع النظام عشان جسمي يبدأ يفوق من تاني ويطلع من حالة الثبات اللي هو فيها طب قولتني مع كورس الأنا سليم والحالات اللي بتجيلكم هل جات لك حالة عندها مشكلة في الجوع أنا بتجوع قوي دي عملت معها طبعا هي مشاكلنا كلها في الجوع سيدات ورجال وأطفال وبقى شاراها أكتر للسكريات والنشوائيات هذه مشكلتنا كلنا يعني مش إن إحنا بنحب النشويات أكتر الحاجات بقى المحمرة الحاجات ودي التعامل بيبقى معها إزاي بقى يا دكتور عندنا كورسات كتير يعني في مثلا كورس في اللي هو البرودكت الأنا سليم ده حاجة السليم هاسك داية قشور بذور السليم عاملة زي هي فايبرز ألياف لما بشرب ميا لازم أخذ كبايتين ميا بعدها عشان تديني أقصى يعني هي بتمفش تديني أقصى امتلاء للمعدة عندي فأنا دلوقتي دعمت الجسم إن أنا خليته يحس بالشبع فبالتالي هو الشبع والجوع مرتبطين ببعض فلو أنا عرفت أنا بجوع إمتى هقدر أحس بالشبع بطريقة سهلة جدا فأنا دعمت خليت المعدة تحس إن هي شبعينة فساعتها مش هيبدأ يطلب الأكل تاني في بوردو كابسولات مثلا فيها مادة اسمها جورسينيا كامبوديا المادة دي عشبة طبيعية كل وظيفتها إن هي بتقلل الشراها للأكل ما حسش أنا طول الوقت جعينا عايز أكل نشويات سكاء ما حسش ما بتدينيش فرصة أنا أحس بالله الهبوط اللي أنا علي أحس بأنه أولا يجي يهبوط لا يعني مش هدي الجسم فرصة إن هو يطلب مع معنى إن أنا أطلب مثلا أكل أو حاجة مسكرة بالضبط فأنا المادة دي مش بتدي الجسم إن هو مش بوقع وقوي اللي هو لما تجوع خالص وتنهار كده إبدأ لأطلب الأكل إحنا بنبدأ إن هو يحس إن هو بالامتلاء هياكل اللي هو عايزه بكمية قليلة إحنا أهم حاجة عشان أخس إيه مش إن أنا مثلا أقلل الكميات قوي هو أول حاجة التنوع وإن أنا أخلي بالي من كمياتي والكورس اللي يحسسني بالشبع أو يخليني أتغلب على مشكلة الجوع هي كلها معادلة كاملة لو إحنا عرفنا المشكلة هنعرف نحلها هنفضل مكملين عليها طول حياتنا مش هنوقف هاي والله دكتور أنا بوسي أنا مستمتعة بالكلام شوف أعرف أطلع منك المعلومات طيب خلينا نقول الأول يعني وجهنا كده نصايح لمشاهدين الكرام اللي بيعانوا من مشكلة الجوع أثناء ما هم بيعملوا نظام غذائي أو دايت تقول لهم إيه يعني إيه اللي حاجات اللي يتفادوها ويخلوا بالهم منها وأول حاجة هم عاي تواصلوا معنا هحسوا بالجوع ومش هتبقى بالنسبة لهم مشكلة بالعكس فيه ناس كتير بتبقى فاكرة بتكلمنا إن مشكلتها الجوع وأنا مش هقدر أفل بقي مش أنا بحب الأكل واحدة مثلا تكلمنا تقول أنا واحدة بحب ألاقي استمتاعي في الحياة في الأكل فهي بتبقى فاكرة أن دي مشكلة بس لما بنتبع معاها بالنظام الغذائي ومع الكورسات هي نفسها بتحس أنا ما بقيتش جعانة يعني قللولي بقى الأكل في النظام الغذائي اللي انتو عملتوه فما بتبقاش معنا مشكلة برضو مثلا لو هنقول إزاي لازم أكلتي أبدأها صح أبدأ أكل صح الميزة بصراحة أنتو بتوجيه حتى في نوعية الأكل والنظام اللي ينصر أكيد طبعا دي حاجة حلوة جدا ما قصنا ما يفاشي أكيد إنا هنكتسب معلومات بزيادة وحاجات مؤتفدنا أكيد طبعا عموما في حياتنا بعد كده عن طريق الأرقام واتساب أو مكالمات يتصلوا بنا هنا أو هنا هنلاقينا برد وعلى الأوفيشيال بيجز بتاعتنا OnTargetPharma على الفيسبوك وعندنا برضو الأوفيشيال بيجز بتاعت دكتور نيهاي الحافظ على الفيسبوك يقدروا يتواصلوا معنا من خلال المساجات والأرقام دي واتساب كمان وعلى الإنستجرام وطبعا الأرقام أوكي يعني هما لو لقوا مشغول يتواصلوا يتواصلوا واتساب وحيلاقوا الفريق الطبي أو أي دكتور هو هيبدأ يتواصل ويتابع بقى مع الحالة ونفهم المشكلة فين مشكلة الجوع هنقدر نحلها مشكلة شراهة السكريات والنشويات برضو هنقدر نحلها بالكورس عن رشح وطبعا أهم حاجة لازم الناس تفهم حاجة مهمة الناس بيبقى فاكرة أن الكورس الأناس اليوم ده كورس واحد بس لأ إحنا عندنا كذا كورسات فيه كورس العادي فيه كورس المكسف فيه كورس بقى عاملينه للناس الأنتوخة شوية اللي مش بتحب تتحرك فيه حاجات بقى بتحرق بتزود الحر بتقلل الشهية أكتر فكل واحد على حسب الحالة بتاعته ما جيش مثلا أنا عايزة الكورس ده لا هو كورسات كتير على حسب حالتك الصحية عملت دايت أصحاب الأمراض المزمنة ما بيجي لكم حد مثلا ممكن يكون مريض قلب أو مريض ضغط أو سكر برضو دا هو أول حاجة آمن جدا وغير كده إحنا فيه مثلا أناسيليم دا فيه مادة اسمها برومالين البرومالين دي بتعمل إيه إن هي بتقضي على الدهون السلسال هي دي أخطر أنواع الدهون اللي بتبقى موجودة في جسني اللي بتسبب لي كل الإزعاج والألم والمشاكل فالمادة دي بتقضي على الدهون دايت فإحنا كده لما بنقلل الدهون هزبط الضغط بتاعي مستوى السكر في الدم هيزبط فيهوش سكراتي عبارة السكر اللي فيه اسمه سكرالوز وده تقريبا يعني نقول نسبته أو تأثيره في الدم زيره وما بيعليش السكر في الدم فإحنا دي أهم حاجة إن إحنا عايزين نوصل لكل الناس نوصل لكل الفئات العمرية نوصل لكل البيوت عشان إحنا أكيد حلمنا وإن إحنا أول ما بدأنا نفكر في شركة On Target Farma نحنا عايزين الناس تعيش حياة صحية وتبقى مبسوطة بجسمها وبصحتها وتبقى فخورة كل واحد أكيد بيبقى مبسوط لما يبقى جسمه حل ورشيق بيبقوا فرحانين بنفسهم فهي دي يعني قدرنا الحمد لله إن إحنا نحقق المعادلة دي شوية يعني إذا كده نفهم إن الجرعات بتختلف من شخص الآخر سواء سليم أو حتى أصحاب أمراض مزمنة الجرعات والكورسات نفسها المحتوى أولا هو طعم الكورسة بإيه وقالنا بقى تدعموها بإيه حاجات تانية بتساعد في إيه بتعمل أنانيس ده برضه عشان لو عندنا أطفال بتعانيه من السمنة فبيحبوا الطعم بتاعه جدا وبيبقى مسكر مش له زي ما قلتوا حيك مادة السكرالوز ده أصلا أبروف من وزارة الصحة فمعليهاش أي خطورة لأمراض السكر ولا حتى الحوامل لو واحدة بتردع للأطفال آمن جدا لكل الفئات العمرية كويس في عندنا مثلا حاجات تانية زي مثلا المورينجا بيتشرب زي الشاي بالزبط دي أعشاب طبيعية برضو بتعلي الحرق جدا بتقلل الوزن غير بقى لها تأثيرات تانية بقى بتدي نشاط للجسم لأن ده حاجة أنا محتاجاها في الدايت بتاعي وإنتم تحدد دكتور بياخد منه قدقين أكيد مع الكورس خلال اليوم أه طبعا ما هي دي بقى فايدة أو ميزة المتابعة الأونلاين إننا بنبدأ على طول مش مثلا أنا يعني حد مثلا العميل يمتابع معي لازم يجيلي مثلا الأسبوع الجاي طب أشوفك الزيارة الجاي لأ إحنا في أي وقت مثلا ممكن حد يكلمنا طب أنا نزلة مثلا دلوقتي عزومة نزلة فرح أخد إيه أنا مثلا عايزة أكل براحت شوية فبنزود لها جرعة مثلا الكورس بدل ما مثلا تاخد أنا سليم بكت واحدة تبقى تنين عشان تحسسها بشبع أكتر إن هي عايزينها تنزل تتبسط وتأكل براحتها يعني وفي نفس وقت تحس بالشبع وما يعني الوجبة دي أو النزولة دي ما تتخانش بالعكس تخس أكتر كمان تهيل جدا يعني أنتم مرايحين الناس مفوت يعني كانوك عديم معانا في البيت بالضبط إحنا بنبقى صحاب يعني لو إيه بيكلمونا أي وقت إحنا يعني حاجز الدكتور والعميل دي مش عندنا بنبقى عشرة بقى إحنا بنتبع مع بعض كم شهر وبنبقى داخلين بقى في تفاصيل اليوم طب إنت عملت النهاردة مثلا لو طفل طب إنت كلت إيه لو راجل كبير برد لو لقدر اللخبط بتلحقه تقولوله بقى أي زبط طبعا يعني ما بيبقاش فيه فرصة أنه هو يلخبط لأنه أصلا الكورس بيبقى خلاص يعني هو محسسه أنه هو مش قادر طب وصلنا يا دكتور لللي إحنا عايزينه التعامل بقى مع الأنسيليم إزاي بعد كده مثلا لو في حد كان بياخده اتنين أو تلاتة بنبدأ نقلل الجرعات مثلا بالتدريج شوية لحد ما بنثبت جرعة واحدة هي دي اللي إحنا بنثبت عليها طول الفترة مش بقى الخاصة إحنا خاصينا ووصلنا للتارجب بتاعنا هنبدأ بنحسس المعدة بنفس الامتلاء عشان بوردو المعدة ما تحسش فجأة إن بقى فاضية كده وتبدأ تطلب الأكل تاني ونرجع تاني لنفس الدوامة فبنبدأ نقلل الجرعات تدريجيا لحد ما المعدة بتاخد على خلاص هو الأنسيليم ده بقى الأساس بتاعها ويبدأ خلاص ثبتنا الجرعة دي هي دي اللي إحنا بنبقى ماشيين معيها بقى طول فترة مش التثبيت لو خلاص بقى بقى حياتنا يعني بقى جزء من يعني إديني كده أمثلة إحنا عندنا حالات كتير جدا في أطفال في ناس كبيرة في ناس أصلا خاصت معنا بالعشرين والثلاثين والخمسين كيلو على فكرة دي مش حاجة لو حد قال خمسين كيلو في ناس تعطي لا على فكرة أنت عاملة عملي لا هم الحمد لله معنا عرفوا إن هم يتواصلوا معنا وإحنا بدأنا فعلا مع بعض واللي ما عندوش إرادة إحنا هنديله الإرادة إن هو لازم هيخص هو إحنا بنبقى ماشيين زي رحلة كده مع بعض بنحلم مع بعض إن إحنا نوصل للطريق الصح للجسم الصح للصحة الأفضل فإحنا بنقدر إن إحنا نقفل الشهية بتاعتهم بنقدر نحنا نمد جسمهم بالفيتامينات اللي هي محتاجها هم بيبقوا مبسوطين وهم بيخسوا أول مثلا إسبوع لو خسوا كيلو مثلا دي أقل نسبة بتبقى مبسوطة إن هي حاست إن أنا كان بقالي أو بقالي فترة كتيرة مثلا السبت أو ما بخسش في نسبة العكس تعمل دايب تدخن فلما بتبدأ تلاقي نتيجة حتى لو في الأول قليل مع الإسبوع الجاي هتلاقي نتيجة أحسن الإسبوع الثالث لحد ما بنبدأ بقى المشوار بتاعنا ونوصل بقى للحلم اللي هم عن نفسهم يوصلوا له المرضعات أو السيدة اللي كانت لسه والدة وبتردع في مشكلة أنها تأخذه لا خالص لو هي عايزة تلحق طبعا لنا الدكتور المتخصص هو اللي بيتابع الحالة بتاعتها هو اللي هيقولها بقى على الجرعات المناسبة لها بالضبط آه أوكي يعني لكن بيحصل أكيد طبعا ما بيأثرش على البيبي ولا أي حي لا بس مثلا الحوامل أو المرضعات بنتعامل معاهم معاملة خاصة شوية مش عمل لها بقى نظام غذائي يعني ما فيش النجز ما محتاج كل أنواع الأكل بس بقى في الكورس بوردو مش هيبقى حاجة طبعا مكسفة هتبدأ يعني لهو الكورس العادي اللي هي إن تقدر بس تتقفل الشهية ما تبقاش البوردو الحوامل مثلا يقولوا مكتئب عايز أكل سكريات كده فإحنا بنقفل شوية الشهرها دي هي الحتة دي اللي إحنا بنقدر نلعب فيها مع الحوامل وبتجيب نتيجة بقى أعداد كلوات كويسة يا دكتور أه أكيد طبعا أو على الأقل هو فيه أصلا مثلا من 8 إلى 9 كيلو اللي هو فترة الحامل اللي هي الزيادة الطبيعية الناس كلها بتقلق بس ده عادي دي كلها مية وحاجات بتنزل بعد الولادة فما بيزيدوش الزيادة اللي هو لو واحدة مش واخدة بالها من النظام بتاعها مش مشي على كورس المناسب اللي هو فيه ناس تفتح بقى وتسيب نفسها فإحنا بنلحق بقى من الأول نعمل كنترول هتيجي بعد الولادة تلاقي جسمها بسهولة جدا رجع تاني الوضع الطبيعي ما فيش سمنة ما فيش صحتها أحسن كل حاجة بنهتم الحمد لله بكل حاجة دي أنا اللي عجبني جدا انه في لكل دكتور ليه تخصص الفكرة دي جميلة جدا أكيد طبعا انه كل دكتور بياخد التخصص يعني مريض سكر الأطفال المريض مثلا قلب يعني طب قولنا بقى الصفحات مرة تانية علشان ميسر اعراضنا كل وحد لسه مضام الفقرة بتاعي OnTargetforma على الفيسبوك والبيج بتاع الدكتور نيهيل حافظ على الفيسبوك بوردو OnTargetforma على الانستجرام وطبعا أرخام التواصل يقدروا تتصلوا بنا أو على الواتساب ودكتور نيهيل هي اللي بتوظف الهببطيشن أو الحالات على حسب الدكات هي دكتور نيهيل حافظ من أحد الأونيرز بتاع الشركة وكمان هي المانجر بقى مسكة الفريق الطبي بتاع الشركة هي اللي بتوجه كل حالة تروح لأي دكتور متخصص بالزبط عشان نتابع بقى الصحية دي المتابعة الصحية زي ما حيك قلت كل تخصص ليه الحالة بتاعتها من فاش أكلم مثلا حالة في كل أنا أكيد مش هبقى عارفة كل هجالية تخصص بتاعها أنا طبعا بشكرك بجد دكتور مياه صحولي أشكر ضفتي شرفتني ونورتني دكتور مياه عبداللطيف أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارم نورتيني مشرفتيني يا دكتور مرسي دانورك مرسي دانورك وطبعا بشكر حضراتكم مشاهديني الكرام من خلال شاشة قناة الأهلي شكرا جزيلا لمتابعة حضراتكم من هنا الحلقة الجديدة أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوفكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة و سلام عليكم اشتركوا في القناة